ترجمة نانسي قنقر تفضلوا بسيدي ألو؟ ألو مرحبا أبو رائت لك أهلا أهلا أبو هلا أهلا أهلا لك فعلا إنك ابن حلال من ظهر ابن حلال لك شيل هالجريدة من إدامي ولا العمى بيقلبك العمى نعم؟ لك مو إلك مو إلك مو إلك لهالطبل يلي قدامي إيه حبيبي؟ شو يلي زكرك فينا يا بقى؟ ولو أنت دائما بالبال يا أبو رائت إيه طلع من هالبواب طلع ولك هالحركات أنا حافظها بصم ليش نحنا منسترجي نقول غير هيك؟ إيه اللي أبو رائت شلونا؟ شو أخبارك؟ شو نصحتك؟ ماشي الحال عايشين بس والله يا أبو هلا علي ضغط شغل كتير لش أنت من إمتى ما كان عليك ضغط شغل؟ يا من ترك مشغول لك يا أخي الوضع الاقتصادي بالبلد حيرنا ما عم يزبط معنا بنوب؟ يا سيدي معو معو يزبط طالما أنت وراه أكيد بده يزبط شو أصدك يا أبو هلا؟ ولا شي عم بمزح معك المهم نحنا هلا بدنعمل جمعة أنا وياك وأبو فادي بقى شو رأياك؟ اي ما بده واقف بنوم لك يا ابو هلا قط ما بيهرب من عرس بس امتى وين بكرة عالغدا عندي بالفيلة بس بكرة عندي اجتماع مهم منشان الوضع الاقتصادي ليش مم عطي البكرة انت لك ليش من امتى كنا نعطل يا ابو هلا يا سيدي مرألك هاليوم ما رح يتكركب اقتصاد البلد اذا ما حضرت هالاجتماع حاولي تعتذر هالمرة امرك ابو هلا منعتذر اخي بس خبرت ابو فادي لا والله لسه هلأ رح اتصل معو وعلى فكرة ابو رائد جيب معك المدامها لانه القعدة عائلية لا هيك نزعت يا ابو هلا لا تخليني ازعل منا اخي شو بدنا نعمل من غير شي نسواننا ما عم يشوفونا الا بالمناسبات بقى ما بيطلع لهم قعدة معنا كل حين ومين اوكي عزيزي اوكي وهو كزاني الله معكم على السلام اهلا وسهلنا ابو هلا يا هلا لا والله عم جايز حالي بدي سافر على حلب ايه عندي لقاء سياسي مع جمعية المنظمات شو بدنا نساوي بدنا ننفذ اوامل القيادة شلون بكرة بكرة والله ما بعرف يمكن صعب عليه شوي لانه مو عامل حسابي كيف ابو رائد جاي ايه خلص خلص بحاول فقدي حالي اوكي عزيزي بكرة بكون عندك عن غدا مع السلام يا ابو هلا الله معك مع السلام ما قلتولي يا جماعة عجبكم الغدا حاكم من كم يوم مغيرين الطباخ وجايبين طباخ لبناني طباخ لبناني ايقول هيك من اول فعلا منت صحفي يا ابو هلا انا الي اكتر من شهرين ما اكلت مثل اليوم بس هيك ضربتذه برنامج الرجيم لي جوزيا انا بالنسبة الي محافظ ع الرجيم يعني ما اكلت غل نص كيلو لحمة و شوية مقبلت ايب حطك بزمتي اذا ما لحالك تلعت بكيلو لحمة هاهاهاهاهاها على كلين يا جماعة الاكل على قد المحبة بقى خطيت ان كذرت انحنا منحباجها يا سيدي صحة واهنا علىقول JW شو بيوننا انترك النصبال الحد واننا نفرد لحنا بالله على ما يبدوا انتو الي بتكونت تاخدو رعوا الحد Поانا بيوننا يعني بيش بدون يحكو؟ اكيد بالسياسة اي لا اذا حديث العلاقة بالسياسة ما لنا مصلحة نحن عننا احاديث اهم اي اكيد احاديثكون اهم اي سيدي شرفو شو رأيكم بنفس أرقيلة بعد هالأكلة؟ أبرابو عليك يا أبو هلا خلينا نهضف من هالأكل متزيع فضرب يا أهلا وسهلا ومرحبا فضرب يا أبو هلا الله يسلمك وخليك يا سيدي الله يهنيك على هالقعدة يا أبو هلا حلوة تماما بس هالفيلا ما بتطلع شي قدام أسرك العامر يا سيدي المكان بسكانه هذا الحكي المصبوط يا أبو هلا مرني خبرني شو أخبارها وشو أخبار الشباب يا سيدي على سيرة الشباب صارت لك معي من كم يوم نهفي غير شكل هات لنشوف حكينا جتني من فترة دعوة على افتتاح معمل قلبي زي جاهزي بس شو معمال يمكن بالشرق الأوسط ما في أخوه شو ألحكي؟ بس من أمتى أنت كنت تروح وتفتتح هيك شغلات؟ متل ما عم تقول أنا بالعادة ما بروح هيك روحات وكنت ناوي اعتذر بس ما بعرف ليش ابني شادي ألح علي وأقنعني بالروحة أبي جوز المعمل لحده من رفقاته وأنا هيك فكرت بالأول المهم رحيت؟ نعم يا سيدي رحيت قلت لحالي يا ولد روح لا تكسر بخاطر ابنك أبرابو عليك يا أبو هلا لأنه المسايا باتلتين المعيشة صحيح بس المفاجأة هي اللي صارت معي إلا كانت لا على البال ولا على الخاطر شو هالمفاجأة؟ يا سيدي بعد ما قصيت لشريط الحرير اشتركوا في القناة شو بابا إن شاء الله عجبك المعمال؟ اي والله يا أبني عجبني تماما بالفعل هالمعمل صرح انتاجي ضخم كتير وصدقني قلبي من جوا بيرقص وبيفرفيح لما بشوف هالبلد عم تتطور بهالشكل وعم يصير فيها منشآت بهالضخامة هاي بابا انت عرفت لمن هالمعمل؟ لا والله يا أبني ما عرفت وبصراحة صار عندي فضول لا أعرف لمن هذا المعمل إلي إلا؟ إيه إلي؟ ليش مستغرب كتير يا عندي؟ الحقيقة مو بس مستغرب متفاجئ منصعق لك ليش ما قلت لي قبل علاء؟ بصراحة بابا أنا حبيت عمل لك ياها مفاجأة أنا اليوم مبسوط منك كتير يعني اليوم بالذات حسيت إني عرفت ربي واليوم برهنت لي أنك صرت رجل رجل بمعنى الكلمة ومن هلأ ورايح صرت أقدر أرفع راسي فيك أنا فخور فيك كتير يا شادي تسلمني يا بابا تسلمني يا حبيب بقى شايفين هالطرسان شو عميل؟ طلع عنده معمل طويل عريض وأنا آخر من يعلم بس براظه عليه يا أبو هلا أنا بيعجبني الشاب يلي بيكون أدحاله ويلي بيندعك على بكير وأكيد شادي من هالنوع مو مثل هالشباب الطايشة تبع هالأيام إيه أكيد واحد صار عنده مصنع بيع الحجم هاد ولسه ما طبق ثلاثة وعشرين سنة شو بيدل؟ بيدل على أنه شاب ديناميكو بيحب وطنه كتير لأ ويا ريت وقفت الشغلي على المعمل ليش في شي غير المعمل؟ طبعا طلع عنده هالمنظوم وكالة ساعات سويسرية وشريك مطعم فايف ستارز وإله خمسين بالمية من أسهم شركة ما وراء الجبال للتعهدات إيه ما شاء الله حوله حواليه اللهم صلي على النبي شو هالبطل هاد الله يحفظ لك يا ويخليه لشبابه تسلم يا أبو رائد تسلم يا حبيبي فعلا يا أبو هلا نعمة تربية تعرفوا يا جماعة زكرتوني بقصة صارت معي متل هالقصة تمام هات لشوف سمعنا هدا يا سيدي كنت مرة قاعد بالبيت عم بتفرج على مسلسل محلي أنا كان كلشي بالبيادة يتين بس صريف المسلسل بالفعل حبكتو حلوي بس يا ترى جابر بتثبت براءته ولا بيحكموه إعدام يا ستي حسب منطوق القصة وسياق الأحداث بيطلع بريق لأ مستحيل شو عم تحكي إنت الشلوم بدها تثبت براءته والشاهد الوحيد مات بحد السيارة إلا ما يدبر المخرج يعني خايفة عالمخرج ما يلاقي لتخريجة ليش اسمه مخرج لك؟ يا سيدي إذا بيطلع جابر بريق هاد المسلسل بيكون تافي جداً وبدو كبز بالي طيب ليش نحنا قاعدين عم نتحذر؟ ليش ما بنقطع الشك باليقين؟ وينك بابا رائب؟ نعم بابا أروح اتصل مع المخرج مأمون البني بتلاقي رقمه عندي بالمفكرة قلو بيسلم عليك بابا وبيقلك شوني هاية المسلسل؟ ما في داعي نسأل حدا بابا الخبر اليقين عندي جابر بنحكم إعدام بآخر حلقة بس بينقطع في حبل نشنقة أثناء تنفيذ الحكم وبينفوت بريشو معقول الحكي؟ متل ما عاملكم طيب شو عرفك انت؟ بابا هاد المسلسل من إنتاج شركتنا نعم شركة القمة اللي انتجت هاد المسلسل هي شركتنا يعني هاد المسلسل اللي إلنا مين انتو يعني؟ أنا وشريكين اتقال من الدول العربية مين هادول يا أبري؟ أولاد مسؤولين الأخضر من المغرب وبسيوني من مصر بس شو يا بابا؟ جماعة على كيف كيفك وأنا على فكرة إلي خمسين بالمئة من الشركة وهلا عم نحض الانتج أربع مسلسلات فانتازيا دفعة واحدة يتقبر قلبي شو فالهوي إله يعلي مراتبك وتبقى هالشركة إلك لوحدك قولي إن شاء الله ماما قولي إن شاء الله بس بابا أنت ما جبتلي هيك سيري أبدا بصراحة بابا أنا كنت خايف إليك إنه بديشتغل بالانتاج الفني تقوم ما توافق ليش يا أبري؟ بالحكس أنا بشجعك على أي مشروع ناجح وزكي عنجت بابا؟ طبعا ليش قليلي يا بابا شغلة الإنتاج الفني؟ أنت هيك عم تخليني أرفع راسي بالمجتمع وافتخر فيك قدام رفقاتي والله يا بابا حاسس حالي أني عم بحلم الله يرضع ليك يا أبني أنت أحلى أبي هالدنيا وأنت كمان يا أبني أنا فخور فيك وما نمسد يا عيوني ليكو سهيا ليكو عم يمتج مسلسلات وما حدا دريان فيه؟ لأ ويا ريت الشغلة وقفت عند المسلسلات ليش في شي تاني كمان؟ طلع السلال عنده أكبر شركة نقل بالبلد مسميها رائد تورز وأنا لا عندي علم ولا خبر وعنده شركة سياحية على مستوى عالي ومشارك الشيوخ خليجيين على قناة فضائية ما شاء الله كان العين تحرصه إلهي يربى بدلالك إن شاء الله ويخلي لك يا يا رب صار لازم ادع على الخشاب وين الخشاب؟ وين الخشاب؟ أمرك سيدني لوحي بلاقي حتن نقر عليه أمرك سيدني لك تعال هون عم يمزح معك لا تجيب شي بحيات أبوك لا تعصي يا سيدني فعل الشي بيرفع الرأس بس هذا كله بعود للتربية لو ما أنتم ربي ابنك تربية صالحة ما طلع منه كل الشي أي والله أبرابو عليك نحنا عملنا يلي الله قدرنا عليه صحيح 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 نحنا شو بهمنا بها الحياة إلا أولادنا ينجحوا بحياتهم ويشقوا طريقهم ويكافحوا لحالهم كلام سليم أصلا أولادنا هن الرسمالنا الوحيد بها الدنيا يا أخي ونحنا غير الرسمال ما عنا يا جماعة أنا التاني ذكرتوني بقصة صارت معي ظريفة كتير هاكنا نشوف سمعنا هادا مرة من المرات رحلت لأشتري كمبيوتر لبنتي الصغيرة الجهاز صار بالسيارة يا أستاذ يسلموا إدك أديش بتريدي ولو أستاذ ما بنى إلا سلامتك الله يسالمك بس ما بصير لازم ادفع مستحيل يا أستاذ ناخد منك شي لا حوله ولا قوة أنا بالله ما بصير لك بنتي لصة ما بدي عناد هليلي أديش مندي خليني يدفع وتسهم والله والله يا أستاذ ما بمنكش قولك يا بنتي دبحتيني بلطسك ليلي قديش بدك عفوا أستاذ بس أنا ما بقدر أخد حق الجهاز منكن ليش با يعني شلوم دي أخد حق الجهاز منكن وحضرتكن صحاب المحل صحاب المحل بس أنا ما بتذكر إنه عندي محل هيك ولو أستاذ هذا المحل لأبنكن أستاذ فادي لأبني فادي نعم أستاذ هو الوكيل الحصري لأجهزة الكمبيوتر بالشرق الأوسط وعنده أربع صالات عرض غير هاي أربع صالات عرض؟ ألف الشكر والحمد إليك يا رب يلي خليت نعيش له اليوم لحتى شوف ابني الوكيل الحصري بالشرق الأوسط ألف الحمد والشكر إليك يا رب صدقوني يا جماعة إني بكيت وهرت دمعتي لما سمعت الخبر معك حق، الواحد إلا ما يتأثر شو الحقيقي؟ بس فعلاً طلع ابنك ولد مخببت يا أبو لكن عاملي وكيل حصري للشرق الأوسط وما حدا دريان فيه فعلاً إنه ابنك داهية إلا أوياريت الشغلة وقفت على القصة ليش في شي تاني كمان؟ طبعاً طلع عند فادي معمل حشي الزيتون بالفليفلة الحمرة وكل إنتاجه بصدو الأوروبا والملعون نازل الشيك بخمسين بالمئة بوكالة موبايلات عالمية ومين شركاءه التانيين؟ هنن ثلاثة، واحد ابن مسؤول من الأردن والتاني ابن مسؤول مهم بتونس والتالت ابن مسؤول مصري والملعين عمليه شركة تعهدات على مستوى عالي وهلأ عم بنفزوا نفق للسيارات بنبولي بطول خمسة كيلومتر مع ست جسور طولانية وتسع جسور عرضانية للمشاد وجسور لسكة القطار ما شاء الله كان عليه الله يخلي لك هالصبي ولا يحرمك منه بالفعل فلتة وين الخشاب؟ الخشب وينه؟ هذا السيدي على إيش بدنا ندق؟ تعالى هون عم يمزح معك، روح بحيات أبوك لعد تغصي رغم أنه فعلاً لازم ندق على الخشب لأنه ولادنا كلهم فلتان مو هي؟ طبعاً وربي بعدي اسمه أكرمنا بولادنا أصلاً نحنا شو بدنا من الدنيا غير هيك؟ والله الزهد بالدنيا حلو والله ايه مرائد ما قلت لي شو أخبارك؟ لساتك فتح معرض الأزياء النسائية؟ ايه طبعاً وهلأ عملت فرع تاني بشتورة وعم فكر افتح فرع ببيروت حلو كتير، معناها أمورك ماشية عالتمام يعني الحمد لله عم نطقطق طقطها وانتي شو عم تعملي بالأيام؟ يا ستي أنا قصي قصة لأنه رئاسة رابطة جمعية المرأة اللي مسلميني إياها ما عم تترك لي وقت للبزنس قسماً بالله هالجمعية عم تاخد أغلب وقتي ايه بس لازم تتركي وقت للبزنس ممصر ايه؟ وأنا هيك عم فكر يا ستي ناوية افتح نادي رياضي على مستوى عالي لقيت المكان وهلأ عم راسل شركة ألمانية مش هنستورد معدات وأدوات للساونة والأيروبيك وما أدراكي عظيم كتير بالتوفيق إن شاء الله فعلاً بلدنا بحاجة للأجسام بالسيمباتيك حاجتنا بأدب دبا وسمن وانتي إنفادي شو عم تعلي بهالأيام؟ والله أنا متل ما بتعرفوا كنت مأسسة مطبعة بس هلأ عم فكر طور شغلي شوي بس مشروع المطبع اللي عملتي مشروع حضاري فعلاً خيلي ما عم قلك لا بس يعني ناوية طوره يعني كيف بدك تطوريه؟ عملت ترخيص لأصدار مجلة نسائية وهلأ عم بتشغل بالعدد صفر يعاني عليك يا إنفادي فعلاً هي أحلى شغلة بتعمليه لا ومو بس هيك عم فكر كمان أعمل ملحق رياضي لأنه متل ما بتعرفوا الجرايد الرياضية إلى قراءة كمان يا سلام عليكي وينك إذا بدك شريك أنا مستعدة شاركك فوراً وأنا كمان بشارك إذا مستعدين تشاركوني فعلاً منوسع المشروع ومنعمل مجلة سياسية بفرد مرة شو رأيكم؟ ليش لا؟ والله المجلة السياسية أحسن شي عالقليلي منسبة لجوازنا إنه منقدر نشتغل بالسياسة مثلنا متلون وهنن مو أحسن منا بشي قولتك حاجة لسه شايفين حالاً علينا بهالمناصب المستلمينة لا ومو بس هيك أنا ابني الوسطاني هاني هاني ما غيره اللي عمره 13 سنة عنده هلأ أكبر معمل بوزة وكياس بطاطا ومع كارونا بالبلد ما شاء الله حوله وأنا ابني أمجد يادوب عمره 14 سنة عنده خمس صالات ألعاب كمبيوتر وفيشي ومليارده يا جماعة أنا ابني تميمة اللي عمره 12 سنة مشارك ابن مسؤول زميننا أبو متعب تعرفوه؟ شارين 12 بولمن وعم بيشغلوهم بنقل القروبات السياحية اللي بتجي لعنا ما شاء الله هو كان عليه اتخيلوا أنه أنا ابني صغير كرم آخر العنقود الشاش لبطون يعني ويلي عمره يادوب 8 سنين وشهرين احزروا هالدرسان شو عامل شو عامل؟ قال شو اشترى معمل لألعاب الأطفال ولو تشوفوا منظروا قبيش بيضحكوا هو فيت على المعمل عم يؤمر وينهي وينهي الله يسلم لك يا إلا بي بدو يطلع يعني؟ ما حقولي؟ اللهم صلي عن نبي ولد عمره سبع سنين وقدران يدبر حاله بس يا جماعة في سؤال محيرني تماماً وما عملاقي له جواب وشو هو السؤال؟ يعني نحنا لثلاثة مسؤولين شو رفاء ومالنا لغوصات هيك وهيك وبعمرنا ما فكرنا أو ممكن نفكر إنه نستغل هالمناصب اللي شاغلينا طبعاً طبعاً يا أبو هلا واعتماد الأساسي على هالمعاشي اللي عم ناخده مع شوية هالتعويضات طيب أولادنا منين جابوا مصاري وصاروا تجار كبار؟ أه منين؟ منين؟ فعلاً؟ منين؟ لا شك هذا من فضل ربي